موسيقى إني سلطان مهندسة ديكور خريجة المدرسة الأمريكية والرقصة المصرية أهلا بك يا بيشو وبرحب بيكي في شيء أكس إزايك تمام يعني إيه رأس بالك ما أقولها ما تعرفش يعني إيه رأس بالك يASON لا بس عايزين كلنا عارفين إيه رأس بالك رأس بالك رأس بتاعنا إيه إيه الاختلاف بين اللأس بالك أولا الرأس البلدي ده الأصل بتاعنا بمصر 2 ده معنات اجعلنا في كلمة بلدي يعني بلدنا 1 ده اللأس التغليف هذا الكلمة الناس من الغرب حطوها على رأس ده بسبب يعني يزروف كتير الاحتلال الفرنسي كان أول حاجة لما جوم مصر والعساكن الفرنسيين كانوا بيشوفوا الغوازي بترقص في السعيد وفي الفلاحين وكده فكانوا بيسموه دانس ديفانت عشان هما شايفين ان البطن هي اللي بتشتغل بسهم مش عارفين انه قصت الحركة جاي من الرجلين يعني زي الرعشة مثلا دي بتبقى جاية من ركب الرجلين بس هما مش شايفين ده وما شايفين البطن هي اللي بترعش فهم مفكرين انه ده رأس المعدة فدي كانت مسمى خاطئ وتاني حاجة برضو كان في رأسة مشهورة مصرية سفرة امريكا عملت شو هناك فبردو هما شايفون انه ده بالي دانسينج ما شفو يعني ما شوفوش الحركة اساسها ايه وحتى في عندنا حركات من الرأس بتاعنا اتخذت في البالي اسمها حركة الارباسي لانه الحركة دي لما الغوازي بيرفعوا رجلهم لورا فنفس الحركة دي موجودة في البالي ومسميها منها ارباسك على اسم الاعراب بينطوا ويرفعوا رجلهم لورا؟ بيرفعوا رجلهم لورا وهم بيلفوا الحركة دي من عندنا من الغوازي ايوة ودي متخذة في البالي ومتسميها ارباسك بسبب ان هي جاي من العالم العربي يعني من عندنا من الشارع طب وإحنا الرأس البلدي بتاعنا موجود من إمتى في التاريخ بتاع مصر؟ أساس الرأس بتاعنا هو من الحضارة الفرعونية من حضارة أكشي لقبل الفرعونية للعصر اللي هو نجادة في عندنا تمثيل يعني متصممة يعني بالشكل الحركات ده غير إنه الألات اللي بيترئس عليها أصلا كلها من مصر اللي هو الدف والطبلة والربابة كل الألات أصلها الهارب يعني كل ده جاي من مصر فطبعاً الرأس اللي كان بيترئس عليها برضو من مصر طبعاً فيه بقى بعد كده جاء ستايلات مختلفة دول مختلفة جاءت لأنه ده طبيعة الفن إنه بيخش عليك كولتشر ستانية تبدأ تتأثر بالكولتشر بتاعك يبدأوا هما يخشوا بالإنفلونس بتاعهم بس الأساس الرأس نفسه من مصر طب والرأس مش هنرجع بقى للوقت اللي هو نقاط ده والكلام ده كل لا اختلف هنقول مثلاً من التلاتينات أو من العشرنات من أول ما كان فيه تصوير اختلف عن دلوقتي لا هو هو حصل وأفلوشن زي أي حاجة بتحصل إنه مع الوقت طبعاً بيحصل أفلوشن حصل أفلوشن جامد جداً في عالم المازيكة وقتها المازيكة كانت آلات لايف أوركسترالية دلوقتي إحنا عندنا الإنفلونس الإلكتروني موجود والستوديوهات والميكسين والحاجات دي فطبعاً الرأس تأثر بده بيفرق في الرأس الحاجات دي؟ طبعاً لأنه الرأس الأصل معمول أنه فكرة أنك تأسم على الألات الموسيقية فلو ما فيش ألات موسيقية ما فيش تأسيم أوكي طيب هي الفنون أنت شايف أنه هي هي الفنون ما فيش هو طيب بص هو هي دايماً أصل كل حاجة يعني هو جاي من هي خلينا بقى متفقين على كده يعني هو جاي من هي فهو برضو إنفلونس من هي بس هي الأصل معلش صحيح صحيح فهي الفنون هي الفنون طب شي أرتس الفاستفال بتاع شي أرتس بمرتبطة بتحسي أنه مرتبط بيك إزاي هودو يرليت للفاستفال ده بتحسي بإيه؟ أولاً أنا يعني عايزة أشكر نيفين إناوي جداً على الفاستفال ده لأنه أولاً أنا يعني مديونة لها بأن إحنا أعتبر يمكن أن أنا أول راقصة شرقية مصرية دخلت ترقص في جامعة أو الفورمر كامبس بتاع جامعة الأيو سي دي حاجة طبعاً تعتبر ريفولوشنري في المجال ده والسبب إنه نيفين فعلاً شي بليفز في الفن وفي الرسالة اللي الفنانين بيقدموها فانيفين بتساعد الومين أرتس إنه هم يعملوا اللي هم يكملوا في المشوار بتاعهم بطريقة أرتسيك وده اللي عجبني في شي أرتس إن أنا أحس إن هي فعلاً بتدي دعم للناس بكل طرق اللي هي تقدر تقدمها علشان يبقى عندنا منصة إنه نقدر نقدم الفن بتاعنا بالطريقة بتاعتنا مش بالطريقة المفروضة على الفنانين في السوق المهم أوي النقطة دي الطريقة بتاعتنا مش بالطريقة اللي المفروضة علينا طيب وإنتي واقفة على المسرح وبترقصي وجمهور قدامك وفيه وراكي فرقة إيه الإحساس اللي بيبقى عندك بتحسي بإيه وإنتي واقفة هنا والناس كلها بتتفرر عليك طبعاً أي فنان وهو واقف قدام جمهور وبيعرض الفن بتاعه بالطريقة اللي هو عايزها بيبقى فيه إحساس طبعاً بالإمباورمنت أو بالتمكين لأنه إنت بتبقى قدر أن إنت تبقى بتقدم الإحساس بتاعك بطريقة أن إنت حسس بالأمان أن إنت في مكان يعني تقدر تبقى نفسك فيه مش مضطر أن إنت تفتعل حاجة تانية للجمهور ودي حاجة طبعاً بتدي إحساس بالتمكين أن إنت يعني قدر أن إنت توصل الرسالة بتاعتك بطريقة honest يعني straight forward من غير ما تضطر أن إنت تتلاعب على الجمهور بتاعك طيب إحنا دلوقتي حنتفرج على الرأس وهنتفرج على التمكين حنشوف كوينتي حاسة بالإحساس ده دلوقتي قدام الجمهور ده النهاردة وبعد كده نرجع نتكلم تاني نروح نجهز يا لابينة